وكالعادة ومنتظرين تهنئة كابتن محمود الخطيب الحقيقة اللي بتبقى دايماً فيها رسائل مختلفة عن التهنئة اللي قبلها خليني قتلوا لحضراتكم تهنئة الكابتن محمود الخطيب النهاردة عقب الفوز مباشرة الخطيب يهنئ سيدات الطائرة ببطولة كأس مصر وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئة للعبات الفريق الأول للكرة الطائرة وجهزهن الفني والإدارة والطبي عقب الفوز مساء اليوم ببطولة الكأس وبعد أيام من تحقيق بطولة الدوري وقبلها التتويج بكأس السوبر وأشادة بالمسيرة النجاحة للفريق والأداء المتميز للعبات وروحهن العالية وإسرارهن على إحلاز اللقب وإسعاد جماهير النادي الأهلي وعبر الكابتن محمود الخطيب عن تقديره لمنظومة العمل بالفريق ولما تبذله من جهد للحفاظ على المشوار الناجح وحصد البطولات والتأكيد على التفوق رغم قوة المنافسة وأكد عن أن تتويج بثلاثية الدوري والكأس والسوبر المصري يحمل كل فرد في المنظومة مسؤولية كبيرة فيما هو قادم خاصة وأن الفريق سوف يخود منافسات بطولة أفريقيا بعد أيام قليلة وهو الأمر الذي يحتاج لإغلاق صفحة المشوار المحلي والاستعداد الجيد للمنافسة القوية مع الفريق الأفريقية مع الفرق الأفريقية التي سوف تشارك بالبطولة والتي ستقام في ضيافة الأهلي خلال الأيام القادمة دي كانت تهنئة الكابتن محمود الخطيب خليني أتلوها على حضراتكم مرة أخرى الخطيب يهنئ سيدات الطائرة ببطولة كأس مصر وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التهنئة للعبات الفريق الأول للكرة الطائرة وجه زهن الفني والإداري والطبي عقب الفوز مساء اليوم ببطولة الكأس وبعد أيام من تحقيق بطولة الدورية قبلها التتويج بكأس السوبر وأشهد بالمسيرة النجاحة للفريق والأداء المتميز للعبات وروحهن العالية وإصرارهن على إحراز اللقب وإسعاد جماهير الأهلي وعبر كابتن محمود الخطيب عن تقديره لمنظومة العمل بالفريق ولما تبذله من جهد للحفاظ على المشوار الناجح وحصد البطولات والتأكيد على التفوق رغم قوة المنافسة وأكد على أن التتويج بالثلاثية الدوري والكأس والسوبر المصري يحمل كل فرد في المنظومة مسئولية كبيرة فيما هو قادم خاصة أن الفريق سوف يخود منافسات بطولة أفريقيا بعد أيام قليلة وهو الأمر الذي يحتاج لإغلاق صفحة المشوار المحلي والاستعداد الجيد المنافسة القوية مع الفريق الأفريقية التي سوف تشارك بالبطولة والتي ستقام في ضيافة الأهلي خلال الأيام القادمة دي كانت هذه كابتن محمود الخطيب وزي ما قلت لحضراتكم دائماً بيكون فيها رسائل رسائل أن أنتم تهنئ على ما حققوه من فوز ولكن لازم فوراً نقلق هذه الصفحة عشان بقى التريف اللي جاي مهمه جماهيري نادي الأهلي ليه حق علينا أن نحن دايماً نفكر في الفوز كابتن محمود الخطيب أشار وهنوهم على الفوز بالسلسية ولكن يتبقى خطوه هذا الموسم وبعد كده نحتفل ترجمة نانسي قنقر